ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً أعرف نفسك، أعرف ذاتك، أحدد مبادئك كل هذه الجمل دائماً تسمعها تتردد أمامنا في كل مكان ونحس أننا نحن ضايعين أو ناكسين لو كنا لا نعرف هذه الأجوبة أختلف الطرق، بحثنا وقرأنا ونحاول نتعلم نعرف هذه الأجوبة التي طلع معي في النهاية واحد حل من خمس سنوات أنا سويه إلينا اليوم وهو ببساطة أني أحول حياتي إلى كتاب وأبغاكم اليوم تعيشوا معي هذه التجربة دائماً في أي كتاب نقرأه وأول حاجة نشوفها هي الإهداء فالإهداء فرصة جميلة أننا نفكر من الإنسان اللي يستاهل فعلاً أني أنا أهدي كتاب حياتي من الإنسان اللي من جد قاعد يأثر في حياتي ويستاهل يكون أول حاجة وأول شيء أنا أفكر فيه بعد الإهداء نجي لمحتوى الكتاب تخيلوا أنه لو كل سنة من حياتنا هي فصل في هذا الكتاب وكل سنة نحاول نختصرها بكلمة أو جملة تعبر عن كل هذا العام أول فصلين دائماً يكونوا مجموعة سنوات يعني أول فصل يكون فصل الطفولة كل أفعالنا دحينا أو أغلب أفعالنا وردود فعلنا هي مبنية من أشياء صارت لنا في الماضي يعني مثلاً أنا تعرضت للتحرش من طفولتي من جارنا ومن سواك ومن واحدة من خادمات في العائلة هذا الشيء صار قبل 18 سنة لكن أنا اليوم عكس علي بإني أنا مستحيل أخلي أحد يقرب من بنتي لا غريب ولا غريب مستحيل عندي شكك وخوف من كل أحد من كل إنسان غريب هل هذا الشيء طبيعي الذي أنا قاعدة أمر فيه؟ لا طبعاً أنا أعرف أن هذا الشيء اللي قاعدة يصير فيه اليوم بسبب شيء أنا مريت فيه في الماضي دعونا نقيس على هذا الموقف الذي نحن واعيين أن نعرفين لماذا نفعل هذا الشيء كمية الأحداث التي سارت في حياتنا من طفولتنا التي نحن اليوم نتصرف على أساسها فعلى ذلك الطفولة جداً مهمة أننا نأخذ وقتنا نفكر ما الذي تغير فينا بسبب طفولتنا الثاني فصل يكون المراهقة دائماً في المراهقة نستوعب أن الحياة الإجتماعية تكون أهم بالنسبة لنا ونحس أن أصحابنا هم أهم من أهلنا وأهلنا لا يستوعبون التغييرات التي تمر فينا ونحس أنهم قديمين فنلجأ للأصحاب قليلاً من المتوسط أين آخر سنة في المدرسة؟ أنا كنت مع واحدة صديقة مقربة وكنا نشتغل مع بعض نخطط مع بعض نحلم مع بعض كل شيء مع بعض كنت أشعر أن أجدت نفسي وهدفي أين آخر سنة في المدرسة؟ أين آخر سابتني وذهب إلى مدرسة ثانية طبعاً أنا وقتها استوعبت هنا أن كل التخطيط وكل الأحلام وكل شيء كان حقها هي إنسانة كانت عارفة كويس أشتبه من حياتها لكن أنا كنت مجرد تابع وهنا بدأت أستوعب أن أنا لازم ألاقي نفسي حقيقي ولازم أشتغل لأن أنا ألاقي سارة في عام 2013 دحينة بعد المدرسة تبدأ أخلاص قراراتنا كلها مهمة كل قرار إحنا نأخذ في حياتنا يفرق حتى لو أشياء كانت تصير مو بيدنا أو مو بإرادتنا قرار إحنا يفرق في طريقة التعامل مع هالشي اللي قاعد يصير فنبدأ من بعد الدراسة كل سنة تكون لها فصل لحال في عام 2013 كانت سنة بعنوان البدايات الجديدة كانت سنة زواجي فكل شيء أنا كنت عايشة عليه في الماضي طبعاً صار شيء جديد حياة جديدة فاللي أقدر أقولي أن أتعلمت من سنة 2013 هي أنه الزواج مو لازم تستنى ألين أصير عمرك 25 سنة الزواج مو لازم أن أستنى والله بعد ما أتخرج والله بعد ما توظف وأقرر الزواج هو قرار وقت ما أنا أكون مستعد أتزوج الشيء الثاني اللي تعلمته هي أربعة قوانين مهمة في العلاقة الزوجية وكمان في علاقتي مع أي إنسان يدخل في حياتي أو إنسانه أول حاجة التفاهم مع الرضة التام هذا أول قانون الثاني قانون الصبر والتحمل الثالث هو التدبير والاقتصاد ورابع وأهم قانون هو الحب الغير مشروط في عام 2014 كانت السنة بعنوان أين النور لأنها كانت السنة اللي أنا ولدت فيها بنتي وهي نفس السنة اللي اضطررت أني أنا أسحب من الجامعة لسه في تاني سنة كان بإمكاني أقول أنه أنا حياتي انتهت وما بقي لي إلا أني أنا أربي وأخلف وأغير وانتهت حياتي وانتهى مستقبلي وكان بإمكاني كمان أقول أنه هذه فرصة لي أني أنا أقدر أكرس وكتي وجهدي كله لبنتي وهذا اللي سار اللي أقدر أقول أنه تعلمته من سنة 2014 هو أنه التضحية هي أهم استثمار ودائماً لما أنا أضحي وكتي في حاجة كويسة دائماً بترجعلي الدرس الثاني اللي أنا تعلمته أنه تطويري لنفسي وتطويري لذاتي هو أساس ينبع من داخلي مهما تعلمته مهما شفت هو حاجة تنبع من داخلي أنا في عام 2015 كانت السنة بعنوان لقد وصلت كانت سنة الاستقرار سنة الهدوء كنت أحس بأنه أنا تعبت وخلفت ودى حين أنا مستقرة وهادئة ورجعت لدراستي عندي بيتي عندي أسرتي الصغيرة وخلاص كان عندي وقت كثير أني أنا أطور نفسي وأني أنا أقرأ وأبحث وأتعلم فاللي تعلمته في هذه السنة أنه لما ما يكون عندك شغل أو ما أنت قادر تتوظف مهم جداً أنك أنت تطور نفسك وتبدأ بمهاراتك أنت الشيء الثاني اللي تعلمته أنه كل إنسان عنده مبادئ ولكن جداً مهم أنك أنت تقدر تعدد مبادئك 1 2 3 4 5 هذي مبادئ عشان تكون واضح في حياتك وتقدر تستمر في عام 2016 كانت السنة بعنوان في لمح البصر كانت السنة اللي أنا فقدت فيها زوجي وشريك حياتي ونفس السنة اللي أنا بالنسبة لي أنتهى الاستقرار تماماً في هذه السنة أقدر أقول أني تعلمت أشياء مر كتير ولكن أهم الأشياء اللي تعلمتها هي أول شيء أنه أكتر حاجة أنت تحبها هي أكتر وأول شيء أنت ستنظر فيه رسالة من رب العالمين يعلمنا أنه ما نعلق قلبنا بأشياء أكتر من تعلقنا برب العالمين رسالة من رب العالمين يعلمنا أشياء الصبر الشيء الثاني اللي تعلمتوا أنه زمان أنا كان عندي وسواس مرضي كنت أخاف أني أمرض أخاف أنه كدير يجيني أي مرض أي مرض أسمع في التلفزيون أحس فيه بعد الحادث استوعبت أنه الموت عمره ما هيستنى استنى إلن أمرض ولا عمره ما هيستنى لين يخلص عمري وصير سبعين ثوانين سنة بعدين أروح الموت ممكن يأخذ إنسان طفل ممكن يأخذ شاب وممكن كمان أنه يأخذ إنسان بكامل صحة وبكامل قوى الجسدية والعقلية شيء كمان تعلمتوا أنه أقدر وأهتم بالوقت اللي أقضي مع الناس اللي أحبهم وكمان ما أهتم بصغائر الأمور والتوافه اللي بتصير في العلاقات حاجة تانية كمان تعلمتها وأتعلمت الاكتئاب وأتعلمت ما معنى أنه تفقد دوافعك في الحياة تماماً في عام 2017 كانت السنة بعنوان البداية بعد النهاية في عام 2017 كانت السنة اللي قررت فيها أني أنا أبدأ وأرجع أستقل بنفسي وأتعلمت أنه الدور الضحية هو من أجمل الإحاسيس في الحياة أنه أنت تحس أنك أنت مسكين وأن كل الناس بيعطفوا عليك وكل الناس بيقولوا أنت مسكين عادي ويتماشوا معاك وهو مرة حلول درجة أنه ممكن يسحبك أكثر وأكثر لو أنت ما صحيت على نفسك وبدأت تستوعب أنك أنت قاعد تغرق أكثر وأكثر فكانت السنة اللي أنا قررت فيها أنه أنا سأبدأ أعيش وأشيل حياتي بنفسي وأصرف على نفسي وأسوي كل حاجة بنفسي بدون الحاجة لأحل في عام 2018 كانت سنة بعنوان أكثر المخاوف كل الأشياء اللي كنت خايفة منها وحاطتها في بالي أنا مستحيلة أقدر أسويها في عام 2018 قررت أن أعملها مثلاً أنا مرة كنت أخاف من الحيوانات مرة لو قربت مني بسة ممكن تجيني بانكتاك أو نوبة هلع قررت أن أجيب بسة عندي في البيت وفي الفترة الأولى الصراحة كنت لم أخرج من غرفة ألم بنتي تصحى وتشيل البسة لكي أستطيع أن أعيش حياتي طبيعي هذا في البداية بعدين قدرت أن أتماشى مع الوضع واحدة من مخاوفي أيضاً أن أستقيل من شغلي وقدرت أن أعمل في شيء الذي أحبه من جد وقدرت أن أقف قدام جمهور كبير جداً وقدرت أن أواجه هذا الخوف من المسرح شكراً لكم وكان من جد بداية لأعظم البدايات في حياتي التي تعلمت من هذه السنة في عام 2018 تعلمت أن الأهداف والأحلام ممكن أن تكون بعيدة وممكن أن لا نعرف كيف سنحققها من جد ولكن لو فقط ركزنا على مخاوفنا وحاولنا أن نتخطى مخاوفنا سنستطيع أن ننجز ونستطيع أن نحس بطعم الإنجاز وبطعم التقدم ودائماً بعد الخوف من جد تجي البدايات العظيمة في عام 2019 كانت سنة الانسحاب انسحبت من كل شيء أنا قاعدة أسويها في حياتي فعلاً أستقلت من كل شيء أنا قاعدة أسويه لأنه في مشكلة أنا مرة سويتها وأتوقع كثير مننا بيسويها وبيغلط نفس الغلطة أنه دائماً نربط قيمتنا بالإنجاز اللي إحنا بنسويه ونربط إحنا نحب نفسنا بمجرد أن نرى ماذا سوينا فهنا أنا بدأت أتعب وبدأت طاقتي أصلاً تخلص أنا بس قاعدة أعطي طب أنا هنا في إنسانة أعيشة أبغى أعيش فانسحبت من كل شيء عشان أقدر ألاقي نفسي ألاقي سارة فان سارة ما هي قيمتها في الحياة في هذه السنة كمان شفت شيء ما توقعت في الأربعة وعشرين سنة الماضية ما هي الصراحة هي قيمتها تعرفوا الناس اللي أهلكم يقولوا لكم أنتو تكونوا مرة تحبوهم ولكن أهلكم يقولوا لكم أنتبهوا من ذلك الناس ترى ممكن أن يضروكم الناس اللي ممكن أن تكونوا مرة تحبوهم مرة تضحوا كل شيء معهم علاقتكم مرة قوية ولكن أهلكم يقولون لكم أنه ترح يضروكم فيهم الأيام في هذه السنة أنا من جد شفت ما معنى لما يكون إنسان أقرب قريب يصبح ويتحول إلى أكبر عدو في حياتك وكل ما زاد قربك منه كل ما زاد كمية الضرر والكسر اللي بيصير فيك شي مرة مهمة تعلمته في عام 2019 إنه مستحيل 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 أحد يعرف إيش هي نقاط ضعفك إيش يعني نقاط ضعف ما أكصد إنه إيش سلبياتك لا نقاط ضعفك الإشياء اللي إنت مرة تحبها ولو راحت منك ممكن تنكسر هذه هي نقاط ضعفك لو أنت تحب سيارتك مثلا أنا أعرف إنه أنت تحب سيارتك وأنا أكرهك وأبغى دمرك سأروح على طول أكسر سيارتك وأنا أعرف إن أنا دمرتك وحكومة بسوطة جدا عشان كذا غلط مرة لازم يكونوا متوازنين في كل حاجة يعني أنا إيش أفضل ما أعرف بيتي سيارتي بنتي شغلي ما أعرف أنا أحب كل شي تبضر يلا خلاص تفضل لكن ما تعرف أنت من جد أنا إيش يجرحني حقيقي ختاما في خلال الخمسة السنوات الماضية أنا تقريبا كنت أكتب كل يوم ولما أقول أكتب أنا ما أنا قاعدة أكتب 400-500 كلمة في اليوم مجرد سطر إذا أقدر وإذا لم تستطر كلمة فقط تعبر عن يومي لو ما قدرت أكتب أسجل فيديو أو صوت المهم أنه اليوم ما يعدي هو بس في الذاكرة لأنه مصيره النسيان لازم يكون شيء قدامي أقدر أشوفه خلال الخمسة السنوات الماضية تقريبا كتبت ما يقارب ألف وخمسمية موضوع ودرس أنا تعلمته من حياتي بنفسي أنا أتمنى لو كل أحد فيكم اليوم حاول أنه هو يتعلم ويشوف كتاب حياته هو ويصير لما أنت تحس بكسر أو حزن أو فشل ما تروح المكتب وتدور كتاب كيف تصبح ناجحا أو كيف تخطى الفشل لا تدور في كتاب حياتك أنت تشوف نفسك أنت إيش المراحل اللي عديت في حياتك أين وصلتك للمرحلة اللي أنت فيها اليوم تتعلم من أخطاء نفسك وجرب ليه لأنه التجربة أهم من القراءة يعني مثلا لو قلت لك أنه الصحة والرياضة مر مهم كلنا عارفين أنه الصحة والرياضة مر مهمة لحيات الإنسان وكلنا بنتكاسل ونفرط فيها صح ولا لا قالت صح يعني كلنا عارفين المعلومة موجودة ولكن متى من جد هأنتبه وأسوي رياضة وأنتبه على صحتي لما أنا أتعب ولما من جد أحتاج أن أنا أسوي رياضة وقتها أنا سأشتغل على نفسي وحاروح أنصح كل الناس يلا سوي رياضة وخلاص فلذلك التجربة جدا مهمة وجميل جدا أننا نتعلم من تجاربنا وآخر نصيحة لكم أقولها أنه اجعل من حياتك كتاب أول من يستفيد ويتعلم منه هو أنت وبس يعطيكم العافية شكرا